يعني في عجالة جديدة موضوع البابا خائل كان فيه موضوع معاصر ليه بتاعت تكسير حركة الايقونات في اوروبا فهل كان ليه تأثير على الكنيسة الابطية وانا طبعا وقتي اشرف على الانتهاء احنا لسا ما تكلمناش تاريخ بحر واسع كدير فعلا كان معاصر البابا خائل حركة ظهرت في اوروبا من الامبراطور ليو هذه الحركة تقريبا كان سنة 723 كبداية وبعدين تطورت بعد كده قاعد يمكن لحد منتصر قرن التاسع انه هو وقف ضد الايقونات المقدسة اي ايقونة اعتبرها نوع من الخروج على المسيحية حسب فكره هو يعني وامر بجمعها من الكنيس والبيوت وتكسرها وحرقها وطبعا ده كان فكر خارج عن المسيحية تماما لانه لو ظن انه المسيحيين بيقدموا العبادة للايقونات هما لا يعبدون ايقونة ولا خشبة ولا سورة وهو معروف في الوصالة عشر للرب الهك تسجد وإياه واحد وتعود وقال على التمثيل لا تصنع لك تمثال المنحوط ولا سورة ما لا تسجد لهن ولا تعبدهن فحتى لو البعض طبق الاية دي بتاع التمثيل على الايقونات ما حدش بيكان بيعبد الايقونات لا في اوروبا ولا في الشارع ولا حد النهاردة لكن احنا بنكرم صاحب الصورة من خلال الايقونة يعني زي مثلا لما يكون صورة والدك مثلا متعلقة في البيت وهي برعا حبر ورعا وجيه حد مثلا قال كلمة على الصورة أو شالها من مكانها حضرك هتعمل ايه؟ هتزعل ده والدك ليه لان فيه شوار عاطفي ناحية صاحب الصورة ده صحيح فاحنا برضو انتمقنا الكنيسة من خلال الصور والايقونات ده فكري لهوتي موجود ممكن ده يحنى الدمشقي في الشام له كتاب في الموضوع ده كتير البعض اعتقد انه مدام ليه يؤمر بكده في اوروبا يبقى الموضوع ده كان هنا موجود في مصر وهذا لم يحدث ليه؟ هناك قطيعة كناسية من ايام خلق دنيا في القند الخامس بيننا وبيننا كناس الغرب قطيعة كناسية وهناك ايضا قطيعة سياسية من بعد خروج البيزنطيين الروم من مصر ودخول العرب فاصبحت سياسة الدولة تحت الحكم العربي ومش تحت الحكم بتاعليه وبالتالي ملوش تأثير عندنا خالص لدرجة انه بعد تلاتين سنة تاريخ البطاركة ابتدى يشعر بهذه الحركة وسجلها في تاريخ البابا خائل ان فيه في اوروبا وفي القسطنطنية بيحصل كذا وكذا وكذا طب نقول طيب ايه اللي حصل عندنا لا اللي حصل عندنا حاجة تانية خالص ان بعض الحكام العرب لم تعجبهم الفرسكات اللي هي الايقونات المرسومة على حوائط الاديرة والكنيس فامر بتنصها وبعض الابطرة زي يزيد بالذات يعني امر بكشت وجوه الصور وده سابت تاريخيا ومعروف عندنا انا ليه محاضرة كنا انها في مؤتمر ربطة خليجي الكلية الاكليركية اسكندرية اعتقد منشورة كمان في مجلة جميلة يا ريت الناس يقتنوها هي مجلة الكرمة الجديدة وهي مجلة سنوية تصدر مرة واحدة في السنة عبارة كلها ابحاث ودراسات لهوتية وتاريخية وغير وانا ليها فيها عدة مقالات يعني بتصدرها ربط بتخريجي الكلية الاكليركية ويمكن بحي هنا الاستاذ الدكتور رجد واصف الذي يتعب كثيرا في اصدار هذه المجلة ربنا يقوي هو استاذ كبير في الكليركية طبعا واستاذ الكل ورئيس الربطة هنا نيفت انبا اغاصن الذي يحتمى في اصدار فهنا في هذه المقالة انا تعرضت لتاريخ الايقونات تاريخ الايقونات بتدت امتة ظهرت امتة وزيت تدشن واعلقتها بالنواحي اللاهوتية ومواصفات الايقونات يعني مقالة كبيرة عبارة عن بحث كبير قلت فيها هذا الكلام قلت ان اللي اصبنا هنا من بعض الحكام العرب وكان اولهم يزيد ابن عبد الملك هو الذي اصدر هذا الامر قبل ليه وبعدة سنوات كمان وده اللي احنا بنشوف لحد النهاردة لما نروح الاضيورة الاسارية نلاقي في حوائط الاضيورة طبقة كذا طبقة كل ما نشيل طبقة عليها رسم نلاقي فيه رسمات اقدم وبعضها مشوه الوجه بعضها فيه حاجة وده بقى اللي بيفصر هنا التاريخ يعني هنا انه ده جاه منين